من داخل مدينة زويل العلوم والتكنولوجيا صنفت دكتور إبراهيم الشربيني ضمن قائمة أكثر 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم لمجمل أعماله وأبحاثه المتميزة في مجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في الطب والتي تهدف إلى تطوير وسائل علاج ناجحة للعديد من الأمراض من خلال التوصيل الدوائي الذكي وتطوير الصناعة الدوائية المرتبطة به كذلك في مجال هندسة الأنسجة وقيامه بعدد كبير من المشاريع البحثية التطبيقية الهمة نحن نشتغل حقيقة في اتجاهات عديدة لكن في المقام الأول نركز على أن نستحدث مواد جديدة مصنعة بتقنية النانو أو النانو تكنولوجي وبعد كده بعد ما يدري الصفات المواد دي نحاول نتوحها لتطبيقات متبينة نحاول نركز الفترة الأخيرة على التطبيقات الطبية بالذات يعني كيف نستفاد من المواد النانو دي أو المواد النانومترية في أن نحن نحل مشاكل كبيرة موجودة في القطاع الطبي برضو بنستغل التوصيل الدوائي الزكي في أن نحن مش بس نوصل الدواء للنسيج اللي فيه أو الأورجن أو العضو اللي فيه المرض لكن كمان الحمد لله بنقدر نوصله للخلية والفترة الأخيرة قدرنا نوصله حتى لداخل الخلية لأماكن معاناة زي النواة أو حتى الميتوكوندريا الحمد لله ربنا أكل الجهدين ده بالخير الفترة اللي فاتت فقدرنا ننشر عدد كبير جدا من الأبحاث في دوريات علمية مرموقة على مساء العالم في نفس الوقت كمان طلعنا أكتر من 21 يمكن لوقتي 21 براءة اختراها ويمكن أكتر كمان الفترة الأخيرة ديت حصل الشربيني على جائزة خليفة التربوية على مستوى العلماء العرب في مجال علوم النانو عن مجمل أعماله وأبحاثه المتميزة في مجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في الطب والتي تهدف إلى تطوير وسائل علاج الناجحة للعديد من الأمراض من خلال التوصيل الدوائي الذكي وتطوير الصناعة الدوائية